تكلم على ده النهاردة فبنتكلم على اللي قدامك ده أصبح حقيقة أنت بتكلم على مسافة طويلة هائلة 150 أو 170 كيلو متر ما بين مدينة الحمام إلى هنا إلى الدلتة الجديدة بنتكلم على جزء مصار مكشوف وفيه جزء اللي هو قدام حضراتكم ده مصار المياه المكشوف اللي قدام حضراتكم ده فيه جزء آخر وده طوله يمكن حوالي 90 كيلو اللي هو المصار المكشوف اللي قدام حضراتكم ده اللي هي المياه في المصار المكشوف اللي قدامكم نهر الصناعي العظيم في قلب الصحراء الغربية ثم بعد ذلك مصار آخر مياه مواسير استخدموا مواسير كبيرة جداً مساحات كبيرة جداً مسافة حوالي 20 كيلو متر تقريباً ثم عملوا عملية تأهيل شوفوا الإجراءات الهندسية اللي اتعاملت في هذا المشروع الضخم إجراءات لو تعودوا تتكلموا أو تشوفوا بص المياه الله أكبر الله أكبر شايف جاي المواسير دخلت على المصار المكشوف من مصار المواسير قدامك أوه إلى المصار المكشوف المياه لزراعة 2 و 2 من 10 مليون فدان مش بتكلم على 100 ألف بتكلم على 2 و 2 من 10 مليون فدان بتكلم على مساحة هائلة من الأرض الزراعية بالإضافة إلى مستقبل مصر اللي هنتكلم عليه دلوقتي ولكن هما هذه المساحة 2 و 2 من 10 الأكبر مفيش مساحة حتى واحدة كده إلا اللي قدامك ده اللي في الدلتة الجديدة ومستقبل مصر 2 و 2 من 10 مليون فدان أكبر مساحة مصر النهاردة بتشتغل عليها بتشتغل إيه؟ إحنا على فكرة إحنا بنتكلم النهاردة على تقريبا يعني إجراءات اتعاملت على نسبة الشغل على مدار الساعة 2 و 2 من 10 دول مليون 2 و 2 من 10 مليون فدان تاني بقول الرقم دول يعدلوا 30% من مساحة الدلتة القديمة شوفوا الدلتة القديمة كام؟ النهاردة بتعملت دلتة جديدة بمساحة 30% من الدلتة القديمة بنتكلم على مساحة كام؟ 2 و 2 من 10 مليون فدان الفدان هنا الفدان الفدان الواحد بيتكلف حوالي 250 لـ 300 ألف جنيه طيب طب المليون فدان بيتكلف كام؟ على طول 250 إلى 300 مليار جنيه يعني هنا بنتكلم على 2 مليار بنتكلم على 2 و 2 من 10 مليون فدان يعني دخلنا في حوالي 600 تاني 600 مليار جنيه ده غير تكاليف النهر الصناعي اللي قدامك ده النهر ده متكلف حوالي ستين مليار جنيه النهر الصناعي حوالي ستين مليار ما بين عمليات طبطين ما بين مواسير ما بين المعدات الخاصة لاستخدام للرفع والكلام ده لرفع المية ومحطات المعالجة ومحطة المعالجة بالإضافة للخطوط ومحطات الرفع عندك حوالي 12 محطة رفع موجودين في هذا المصر لأنه فيه انخفاض